أخطأ اتحاد الكرة في طلب هو أصلاً ما فيش اتحاد كرة يا أخوان أنتو كده بتجملوهم والله مهم أخطأ الاتحاد في طلب تأجيل نظر القضية باعتبار أن هناك التماسين مقدمين من المصري والأهلي إلى لجنة التظلمات في الاتحاد برئاسة المستشار حازم بدوي وأنه كان يجب الانتظار حتى تنتنظر لجنة التظلمات ما هو معروض عليها وتتخذ فيه قرارها إذن أن قصة إقالة لجنة التظلمات ده كان ضمن أحداث الفيلم ضمن أحداث الفيلم اللي كان متفق عليه وزي ما قلت لكم أياً كان اللي حصل أنا بقولها لكم كلمة ورجوا علي الكلام اللي قلته لكم قبل كده هناك فيلم اتعامل وأن المجموعة دي ما بتديرش بتدير عن طريق ناس بره دول ما بيدروش لأن دول لا يستطيعوا أن يتخذوا قرار فالقصة جاي من بره الفيلم جاي من بره الحبكة الدرامية دي كلها ملعوبة من بره وهما قال التنفيذ فقط لغير هذه وانتظروا أكثر من كده انتظروا أكثر من كده طول ما في ناس موجودة بتتكلم وبتقول بتقول إن إحنا هنعمل ومش هنسيب ولازم نقف جنب النادي الأهلي ولازم نعمل جنب النادي الأهلي والنادي الأهلي تظلم والنادي الأهلي عمل هذا كلام للإعلام فقط هذا كلام للإعلام فقط لكن للأسف الشديد ليس هناك حد يدير اللعبة أو يدير الرياضة في مصر زي ما انتو شايفين هيصة وهرجلة وناس بتدير من بره وناس موجودة جوه قاعدة بس بتنفذ آلات تنفيذية لأغراض محددة وهنعرفها هتعرفوا هذه الأغراض المحددة بعد انتهاء الانتخابات اللي هتتعمل يوم 30 أغسطس هذه الانتخابات الممن عندي موضوع كبير النهاردة مع ضيف النهاردة هنتكلم في كل هذه الأمور أنا مش عايز أحرق الكلام لأن في مفاجآت هتعرفوها بخصوص هذه القصة وزي ما قلتلكم وهعيد تاني أنا لا ألوم على النادي المصري أنا لا ألوم على النادي المصري نادي المصري خاد اتجاهه القانوني أنا ألوم على الناس اللي قاعدة هان عليها أني ناس تموت وكأنه مش دم كأنه ما يسع ما يسع ترمد في الأرض وقاعدين طالعين نازلين السوبر 26 أغسطس أهلي وإمبي والدوري 7-9 وأنا بقول لكم ابو قابلوني بطريقتكم دي وبنظامكم ده وبأسلوبكم ده أسلوبكم بما يني صايم مهم هذه الأسلوب كلها انسوا لازم تيجي وجوه جديدة بقى وأشكال جديدة بقى وناس عندها فكر كفايا بقى كفاياكم كفاياكم خلاص يعني 8 سنين عك 8 سنين من العك في كرة القدم المصرية ما بين تصبطات وتربطات وخد دي وعمل دي وزبط دي عشان دي وسبلي دي وانا اطلع دي ومش عارف ايه خلصوا 8 سنين يبدو ان احنا نعيش زيهم تاني وهذه فترة انتقالية عن طريق بقى اللي بره بيدير وشوية ناس موجودة كده فترة انتقالية وتيجي ناس تانية تركب وترجع عريمة لعادتها القديمة مرة تانية احنا قلنا عايزين حاجة واحدة بس عشان نقدر نرجع على الكرة تانية الحق الحق على الكبير زي الصغير نعدي الدرجة الرابعة زيه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي ده يغلط يتعاقب وده يغلط يتعاقب ونفس العقاب ما يبقاش عشان فيه ناس كبار وناس صغيرين يبقى ناس يعني يتم محابتها على ناس تانية لا الحق يا جماعة والعدل فللأسف شديد ربنا يهدينا جميعا المهم شبانا النهاردة ليه تصريح عبد الحميد شبانا بيقول أنا عنيت كتير خارج الأهلي بيقول أنا على قائمة الانتظار في نادي تليفونات بني السويف وأنا مضطر أن أنا أتمرن مش هعد وشبانا بيقول أنا مش عارف يعني شبانا محتار مش عارف يعمل إيه لما أنا دلوقتي على التليفون عبد الحميد شبانا عبد الحميد